يعني موضوع غريب شوية أنا لاحظت أنه اهتم بيه الإعلام الأجنبي بشدة سواء كان الإعلام الأمريكي أو الإعلام الغربي وهي حكاية شخص أمريكي ودينا بتهمة القتل العمدي ونفز فيه أمس مساء حكم الإعدام الطريقة التي نفز بها الحكم أصارت جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام وهنستغرب أنه هو بينفز فيه حكم على جريمة ارتكبت من أكتر من 30 سنة أو يمكن 40 سنة كمان مسألة محيرة جداً لكن الواحد يعني حاول أنه يقرب من الموضوع لأنه بالفعل له دلالات مهمة جداً فيه عالم التفكير على مستوى العالم وما يحدث فيه حتى كمان طريقة التعاطي أو التعامل ما بين الإنسان والقانون في مجتمعات مختلفة اسمه كينث سميس ده شخص قتل سيدة اسمها إليزابيس كان عندها 45 سنة فيه 18 مارس سنة 1988 اللي حصل أن زوج السيدة دي يعني حسب ما أنا قريت في وسائل الإعلامة الغربية أن زوج هذه السيدة كان لديه أزمة مالية أو ديون وما كانش عايزة أنها تعرف هذا الكلام وربما كان يتطلع أن يحصل على مبلغ التأمين لو هي ماتت فاستأجر شخصاً وقال له أنه يقتله ويظهر الأمر كما ولو أنها عملية سطو المسلح أفضت إلى قتله الشخص اللي هو أجره ده أجر اتنين تانين من الباطن بقى إذا صح التعبير يعني منهم الشخص ده اللي هو كينث سميس على أساس أنه هو يقتل هذه السيدة وبالفعل في التاريخ المشار إليه اللي هو 18 مارس 1988 قتل هذه السيدة بطعنات عدة طعنات في الصدر والرقبة أودت بحياتها المهم أن زوجها ده هو نفسه انتحر بعد أيام قليلة من مقتل زوجته طبعاً شيء مروع ويعني مؤسف جداً على طريقة تعامل الإنسان حتى مع مشاكله لما يزلم عقله يعني يعني ارتكب أكثر من جريمة في حق نفسه وفي حق الآخرين وفي حق أولاده لمجرد إن كلا دي أزمة مالية أو مشكلة مالية على أية حال مش ده الموضوع اللي احنا بنتناقش فيه الراجل ده طبعاً اللي هو كينيس ميس منذ يعني منتصف التسعينات وبالتحديد ألف تسعمية ستة وتسعين ودينا رسمياً بقتل هذه السيدة يعني بعد حوالي ثمان سنين ويبدو إن كان في محاكمته برضو بعض الجدل والسياق لأن تعرفين نظام الأمريكي فيه محلفين فالمحلفين دول ناس عادين بيجبوهم ينظروا في القضية بنظام معين يعني جابوهم لكن طبعاً القاد الجنائي لغى هذا الكلام وحكم عليه بالإعدام طيب الإعدام نفذ بالأمس الساعة تمانية خمسة وعشرين دقيقة مساء واستغرق بيقوله حوالي ممكن عشرين إلى خمسة وعشرين دقيقة الطريقة بقى اللي استخدم بيها أو التي نفذ بيها حكم الإعدام غريبة شوي هي ولاية ألباما وحكم الإعدام مسموح بيه في ولايات وغير مسموح بيه في ولايات أخرى لكن هو المعتاد كان إن الشخص بيوضع على سرير ويحقن ب ما يشبه مادة سمية يعني تودي بحياته لكن الشركات بطلت تنتج المادة دي لاستخدامها في التنفيذ الإعدام فأصبحت دلوقتي هناك إشكالية في إعدام بعض الناس في بعض الأولايات وبينهم الحالة اللي نحن نتكلم عليه سنة 2022 في نوفمبر جرت محاولة فاشلة لإعدام الشخص ده باستخدام المواد السمية دي أو الحقن بيها ولم ينفذ الحكم فجي طبعا تفتخ زينهم إنهم ينفذوه من خلال غاز النيتروجين بمعنى إنه هو يلبس ماسك يمنع دخول الأكسوجين اللي احنا بنستخدمه في التنفس وخلال ارتداء هذا الماسك أو القناع يتسرب إليه غاز النيتروجين الذي يقتله في دقائق طبعا الناس قامت وما عادتش إن دي طريقة غير أدمية وهو نفسه الرجل قدم طلب للمحكمة العليا رفض مرتين قال لهم أنا مش عارف أنا ممكن أشعر بألام مبراحة جدا بسبب الموضوع دو ولا سيما إنه بيطبخ لأول مرة الأمر الثاني إن أنا ممكن أستفرغ مثلا وأنا جوه القناع ده من تأثير غاز النيتروجين لكن في كل أحوال رفضت طلباته وتناول وجبة هو طلبها من اللحم وأشياء أخرى كانت وجبته الأخيرة ونفذ فيه الحكم ويبدو أو على ما يبدو أن طريقة التنفيذ لم يترتب عليها مشكلات في ضوء المنشور واللي أنا قريته مبارح والنهاردة في الصحافة الغربية طبعا الناس طبعا بتتكلم بقى على الآدمية وطريقة التنفيذ طب إيه الحكاية وحنرجع تاني الأفران الغاز ولا إيه الموضوع يعني يعني الناس بدأت تسترجع بعض الأحداث القديمة وهل بالفعل الطريقة التي طبقت لأول مرة بالأمس في إعدام كينيس ميس ستكون هي الطريقة المتابعة بعد ذلك وناس كتير عملة تتكلم أساسا على رفض عقوبة الإعدام أصلا باعتبارها عقوبة غير آدمية فيعني جدل كبير جدا أحيط بالموضوع ده ولكن في وسط الجدل دي ابنة إليزابيس القتيلة قالت لهم أنتوا عمالين تتكلموا في كل حاجة ونسيتوا الضحية نسيتوا والدتي التي قتلت سنة 1988 قتلاً عمداً مستأجراً أو ده بحياتها بسلسلة من الطعنات وهي كان عندها 45 سنة في ذلك الحين الموضوع ده شغل انتباه العالم كله ولا زالت يعني هناك تقارير صحفية وأخبار عن هذا الموضوع اللي شغل انتباه الناس حوله عقوبة الإعدام والأساليب التي تتبع في هذه العقوبة وهل إحنا مقدمين على تغيرات في طريق التطبيق هذه العقوبة أم لا